تدرك الدبلوماسية السعودية اليوم أنها أمام موقف عالمي جديد فحلفاؤها قبل أعدائها لن تمر عليهم شعارات الدبلوماسية السعودية بأنها حامية الأمن والاستقرار في المنطقة هكذا بدت الرياض في مؤتمر المنامة للأمن في الخليج والشرق الأوسط انشغل الجبير في الدفاع عن المملكة على خلفية تبعات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول غاب الهجوم المعتاد على إيران وصب الوزير السعودي جهده لتغيير وجهة نظر حلفائه الغربيين في فرنسا وأمريكا بصدق نيات المملكة في كشف المتورطين بمقتل خاشقجي جهود الجبير تبدلت في تشكيك تركي في صدق نيات الرياضي في كشف المتورطين وصفت أنقرة الموقف السعودي بكلمات أربع المماطلة لإنقاذ شخص ما هكذا لخص رجب طيب أردوغان خطابه فالرجل الباحث عن استغلال قضية خاشقجي أحسن استغلال لا يريد قطع شعرة معاوية مع المملكة لكنه لا يتردد في إبداء عدم رضاه عما حمله النائب العام السعودي سعود المعجب في جعبته إلى أنقرة في واشنطن تبدو المماطلة واضحة تحذر صحيفة الواشنطن بوست من تراجع الاهتمام العالمي بقضية خاشقجي تدق ناقوس الخطر من تسجيل القضية ضد مجهول وهنا تكشف عن معلومات تتهم فيها الاستخبارات الأمريكية بعلمها المسبق بمخطط سعودي لخطف خاشقجي وترمي الكرة في ملعب الكونغرس لتطالب باستدعاء جينا هاسفل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وغيرها من المسؤولين الأمريكيين ليدلوا بإفادتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اتهام الاستخبارات الأمريكية طاول الاستخبارات البريطانية أيضا وهو ما نفته الأخيرة التي أكدت أنها والخارجية البريطانية على تواصل دائم فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة السعودية تطورات تزامنت مع مطالب أمريكية غربية وللمرة الأولى بوقف الحرب على اليمن مواقف تعكس تبعات قضية خاشقجي على الرياض التي تبدو كأنها ستجبر على تكريس معظم وقتها ومواردها ورأس مالها السياسي لتنسي العالم تبعات مقتلي خاشقجي